موسيقى الحقيقة أنا مستمتع جدا وسعيد سعادة غامرة لأكثر من سبب أولا لأنه دي المرة الأولى اللي ضيف من ضيوف برنامج فن المحكاة يألف مخصوص مشهد من تأليفه هو من أجل أنه يبقى مقدمة البرنامج اللي تعودنا لمناقشة نصوص درامية فيها ولكن الغرض من هذا المشهد كما نوهنا أنه نشرح إيه القضية المثارة أدبيا دلوقتي حوالين مذكراتنا جيب الرحاني واللي أنا مش عايز أطيل في الحديث ولكن قبل أن أرحب بضيفي الدكتور سيد علي إسماعيل أستاذ الأدب المسرحي وجبرتي المسرح ده اسم الشهرة والأستاذ بكلية أداب جامعة حلوان بشكر حضرتك على المشهد المؤلف ثم تشرح للسادة المشاهدين إيه اللغبطة اللي احنا عملناها دي وإيه الكلام ده عن مذكرات حقيقية ومش حقيقية وإيه ضمير نجيب الرحاني اللي أنا جسدته وإيه الحوار المرآة ده اللي حصل ما بين نجيب الرحاني وضميره إيه قصة المذكرات دي يا دكتور طيب أولا نجيب الرحاني له أكثر من مذكرات حوالي إحصاء ستة أو سبع مذكرات ولكن حقيقال أفضل وأهم وأقوى وأعظم مذكرات لنجيب الرحاني حتى هذه اللحظة قبل بداية البرنامج هي المذكرات المجهولة التي نشرها الأدساء الشعباني ضحق له بل وهو له الفضل الأول في إثارة الكلام حول المذكرات وحقيقتها واشيك فيها وهو اللي دفعني أنا أبحث وراء هذه العبارة والمسألة فيه ممتهى البساطة بعض الأعمال الدرامية التي لشرت أو التي جسدت نجيب الرحاني في بعض الأعمال تابعتها ووجدت أني فيه نقطة مهمة جدا في حياتي حتى في عملي أنا أساسا خدت منهج معين في الكتابة أكتب عن المجهول دائما وأكتب عن الجديد وبالتالي لابد أن الكتابات تكون عند ناسا حدش عرفها وبحاول أن أنا أصدرها وحاول أن أنا أنقذها من التاريخ وبالتالي لم أقترب من المشاهير المعرفين مثل نجيب الرحاني لكن عندما وجدت أن الناس بتعتمد على المذكرات فقط وكأنها كتاب مقدس وإلى الحقيقة ممكن تكون مختلفة وبالتالي أصبحت المسألة عندي أمامة علمية مذكرات نجيب الرحاني مذكرات إنسان بيكتب عن نفسه بينطقي ومضات أو محطات من الحياة بيحط عنوين إحنا تخيلنا إن هي هذه الحقيقة وما نبشناش وبحثناش عنها وبالتالي إن أنا فكرت إن أنا أشوف المذكرات في عزو قالت المذكرات فوجيت إن فيه مذكرات ثانية فوجيت إن فيه ثالثة ربعة قال لا إيه ده كلها مذكرات مخقوذة من بعض ويمكن فيه أشياء منقولة حقيقة اتصلت اتصلت تلفوني بلسال شعبان سعي يوسف ثلاثة شعبان ابعتلي المقدمة أو الدراسة اللي انت كتاب عندي لكن الدغط عليه مش هي قال لا ابعتها فبعتها لقارتها واتصلت بي تاني قلت له انت كتابك كله قائم على حقيقة واحدة جميع مذكرات الرحاني نشرت بعد وفاته قال فعلا وبالفعل ما فيهش مذكرات أبدا نشرت إلى بعد وفاته ومن هنا كان الشك ان فيه حاجات مش ممكن يكون ده الرحاني كاتبها بل ولا هو وافر عليها طب هتعمل اي بقى لو أثبتتلك ان المذكرات مش هي فيه مذكرات للرحاني مكتوبة في عصر الرحاني وكتبها الرحاني وهو عايش قبل ما يموت بعشر سنين على القد ده بقى اكتشاف ده الاكتشاف والرجل بالفعل كان يعني كانت مفاجأة بالنسبانه بس هو كان ذاكي جدا وضع في المقدمة مقدمة بعض الأشياء لك من النور برضو خلينا محلش لا حاج مديش مخلوق يمتلك الحقيقة يمتلك الحقيقة لا يمكن هو الف مقدمة الدراسة بتاعته انه حدا عندي يقدر يخالف زعمي او يجيب لي الشيء يتفضل ايوا جميع وقتلوا انت قلت دوت وده اللي عجبني طب انا عندي بقى المذكرات والمذكرات دي طبعا مش عندي معنى كلها عندي بعض الأشياء منها وقلت له المذكرات دي موجودة ونشرها الرحاني وعشان تثبت كمان انها في حياة الرحاني بل وفي احدى الحلقات توقف عن النشر فكتب المكان اللي بنشر فيه نأسف لان الرحاني مشغول العيد بقى انتو عارفين بيعمل عرضين في اليوم في العيد والعيد ما قدرش يعمل فسامحونا يعني ده دليل ان الرحان اللي بيكتب يحدى تانى وانتنشرت بالفعل فهو كان المفاجأ بنشر قال والله دكتور سيد انا ما سمحتش بالمسألة دي قلت له طيب المذكرات اهيه موجودة في المكان ده وفي التاريخ ده اه انت حقيق مش عايز تعلن المذكرات دي فيه طبعا وبعدنا قال لي ايه طيب ما تعملها انت قلت له ده مش دوري بسببين انا يهمني تاريخ الرحاني اللي محدش كتبه وده دوري ده شغلتي جميل او ده خصوصي صحيح لكن شغل المذكرات ده بتاعك وبالتالي انت اللي فجرت وده حقك اه انا ممكن اطلع بس يعني هستبت بلايه اخصى الزميل طب ايه الفرق ما بين مذكرات المركز القومي للمسرح اللي هي مذكرات الرحاني اللي نشرها وما بين الاكتشاف بتاع الاستاذ اللي هو فجأة التانية اللي ممكن استاذ شعبان اللي اسم معرفهاش مش عايز ولكن انا عرفتها والله العظيم انبالح بس عشان الحال ايه هي بقى ان الكتاب اللي اللي هو نجيب الرحاني مذكرات نجيب الرحاني زعيم الفكهة في مصر زعيم المسرح الفكهة اللي اكتشفوا الاستاذ الشعبان ونشروا منشور سنة الفين هو هو كتاب منشور في المركز القومي ومقدمة الاستاذ محمد الحديني كانوا اسم المركز وهو كتاب وكانوا بينشروه بمناسبة احتفال المجلس الاعلى للثقافة ايه الفرق طيب ولا حاجة هو هو كتاب بس انت بتقول لي انت قلت له على اه ده الكتاب اللي هو نشره السنة الشعبان بس قيمة السنة الشعبان انه حمل دراسة ودي شمودة لكن هو هو كتاب يعني اكتشافه طيب اكتشافه الحق يقال انا واثق ثقة عمياء من السنة الشعبان ما اعرفش مع الولي ووصلوش هو كتاب ما كانش عامل الموضوع ذا هو هو كتاب لكن برضو حتى ده الكتاب برضو يعتبر منشور منشور بعد وفات الرحاني بشهور احنا عايزين مذكرات بقى الرحاني كتبها انا اديت للأستاذ الشعبان مكانها يبحث عنها وتاريخها في حياة الرحاني انت اللي تعمل طبعة تانية لكتاب او تصدرها بصورة اخرى او تقارن ده شغلك ده بتاعها دي هتكون فارقة عن المسرح القومي او المركز القومي المسرحي عن نسخة المركز القومي اذا بحث عنها هي هي برضو نسخة السنة الشعبان هي نسخة المركز الى 12 سنة 2000 انا بسأل على الاضافة الاضافة ده لا كل المذكرات دي بعد وفاة الرحاني المذكرات اللي انا بتكلم عنها اثناء حياته وهو اللي بيكتبها بنفسه وهيبقى فيه نسخة بخط اليد لا ده هي منشورة بسرعا في الزمن طيب طيب جميل خلينا نخرج من هذه القصة ايه هي اهمية مذكرات ناكيب الرحاني ايه اهم الاشياء اللي كتبها فيما وصل الينا من مذكرات وتعتقد انه له قيمة ادبية او فنية ولا حاجة ولا حاجة ليه نجيب الرحانة عندما كتب المذكرات كتبها في زمن انا عارفه وصل الشعبان نعرفه الزمن لما نجي نحلل بعض الاشياء هنلاقي انه هو كتبها مخصوص لبعض الاشياء يعني نعديك بمثال المذكرات المنتشرة ويمكن الاعمال اللي اتعاملت عنه انه راجل بتاع ستات واش عارف ايه والسات بترضى له هو اللي شريف وعفيف طف المذكراتي بقولك انه لا شريف ولا حفيف انا فعلا اللي لأ لأ قط نسائي في حد هائل يقول ده بالمناسبة احنا ما سمعناش امد الموضوع عن نجيب الرحاني في تاريخه انت لقلت في المذكرات لو رجعنا بقى للزمن اللي اتناشت في المذكرات كانت فيه اشاعة ان نجيب الرحاني لا ينجبها وتعامل الشعالات طبية بانه غير قادر عن نجاب طبعا ده عشان قضية معينة بينه بين بديعة وانا مش عايز اخذ في المسألة دي فده عامل نفسي لا ده بتاع ستات وستد جوني واش عارف ايه شيء نفسي ده مجرد شيء تاني في المذكرات في بعض الاشياء بيظهر فيها ان الرحاني هو المسألة المسألة كله ده كان من باب المنافسة في الزمن اللي اتناش عبت فيه انه كان المناسبة في الزمن ده كان نجيب الرحاني متقلب جدا فانا بقى زعيم الدنيا يعني هو لم يذكر مثلا اشياء نجهلها تسير الدهشة يعني عن الفن وعن القضايا اللي ناقشها الحق يقال اهم جزء في المذكرات الرحاني ما ذكره في رحلاته الى البرازيل اه التفاصيل الدقيقة ليه في الزمن ده ما كانش موجود صحافة في البرازيل تجيلنا اه اللي طبعا الصحافة المصرية مش هتبعتله اه وهو الف المذكرات انا كنت رايح يعني زي شب شعر عسل او مع بديعة واخدنا معنا واحد كده للسياحة لا ايه هميتها بقى هميتها انا كنت خرقت الفرقة بالفرقة بر مصر اه دي كانت سابقة يعني طبعا في البرازيل اه ما ذكره في المذكرات اه دي برضو المذكرات دي نسخة اخرى دي مذكرات بتاع دار الهلال دي بتاع دار الهلال اللي هي 59 اللي موجودة اللي موجودة اه وبالتالي كانت دي القيمة اللي موجودة في البرازيل نعم لكن خلاف ذلك انا 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 شابعتك على نجيب الرحاني او تبش شريك مصرحهم مذكراتي حياتي علاقاتي طيب طريق تاريخ الرحاني تاريخ الرحاني نفسه تفري بقى اه تفري كمؤرخ اه يعني ده اللي انا عايز اعمله يعني مثلا نجيب الرحاني ما ذكرش بدايته الحقيقية اذا لم اقول لك انا اشتغلت اول مصرحية مش عارف اسمها ايه كذا لكن كل شغل الرحاني سنة 1815 لا في وثيقة كتبها زكي تولايمار على غلاف احدى الكتب وقال سنة 1980 كون عزيز عيد فرقة للفودفيل وكان معه فلان وفلان والرحاني سنة كم؟ السنة وثمانية الف وتسعمية وتمانية وثمانية اه وكان بقول لك كده كونها من الفلاحين فلان وفلان وفلان والرحاني ولم هنا بقى لما نشوف التاريخ الف وتسعمية وثمانية كان عزيز عيد صاحب فرقة وكان 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 ما فيش اسم الرحاني ليه؟ لان في ذلك الوقت الاعيانات كانت بتنشر باسم صاحب سرقة او النجم اللي موجود ما كانتش فيه نجم ساعته كان هو عزيز وبالتالي مصرحيات اللي عمال عزيز عيد سنة 1998 من المؤكد ان الرحاني كان شغال فيها ادوار بسيطة وكان طبعا مغمور مش معروف هو اشتغل مع اكثر من فرقة في الحقيقة ده بس في الاول ده عزيز عيد بدأ اسم نجيب الرحاني يتردد او ينشر في الصحافة 1915 عندما مثل مصرحية خلي بالك من املي ودي كانت البداية ظهور الرحاني بالمناسبة لبرده فرقة عزيز عيد يعني نجيب الرحاني ممثل فيها بس تقلق فيه موضوع خلي بالك من املي وكان معها روزال يوسف التقلق فيها ايه كان نوع من الفوتفيل اشياء كده كميلية فيها شيء من الخروج عن التقاليد شوية فرنسية بترجمة حتى لما الصحافة اتكلمت عنها قلت لك لا ده هو بينقض الاوضاع الفرنسية مش المصرية فما يتحكش علينا يعني بالعربي لكن نجحت وبدأت المسألة كثير انتقلوا بعد ذلك الى مصرح الشنزيرزيف الفجالة وبرده فرقة صغيرة دي يعني فرقة كبيرة وبدأ ينتقل ويشتغل الى الان لسه ما ظهرت شيء الكوميديات اللى خاصة بالرحاني دي كلها خاصة بعزيزين كوميديات 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 عندما ذهب الى كازينو الاب دي روز اه هنا ابي الاستفان روستي استفان روستي موجود معه كل عدة يعني اقصد كان عن طريق استفان روستي وصوله للمسرح ده اللى بيروف المذكرات اه بالذكر الشيء ما يخصنيش انا في التاريخ اه مش معترف بالمذكرات لا اه معهمين بقى ليزعوها ولاح فين يعني ايه لكن المهم انه هو اشتغل فيها اشتغل فيها ايه فقرات كوميديات اه وبالمناسبة يعني حد في بعض الناس ولا كان هو بخيال ظل ولا استار خيال ظل كان بالايد وبعض الكفازات مش بالشخص اه ده موجودة مذكورة في التاريخ بس هو نقطة نجاحه او انطلاقه بدأت من هنا مما ذكرته طبعا بمسرحات تعليل يا بطة ده عالي يا بطة صح وهزي يا وزي حاجات من دي كانت فقرات كده بسيطة كوميديا نعم من هنا طبعا اولا الكازينو للاسف انه كانت صنعيته سيئة سيئة من الاجانب الموجودين والبنات اللي بيلبسوا ملابس مش مظبوطة وهكذا فالناس كلها مخمورة وكان فعلا كان هيغلق الكازينو طبعا طبعا نجيب الرحاني المسرحية المسرحية دي صدرت سنة تلاتة وستين وكان المخرج هو عاد الخيري هو نفس البطل واللي هنشوفه عاد الخيري وكأنه بيرتدي يعني معطف نجيب الرحاني او بيعيد انتاج اعماله المسرحية باعتباره الوريس ولكن لم يكمل المسيرة دي ربما لقصر عمره وهنا عايز اسأل حضرتك أن نجيب الرحاني مؤلفا يعني اسمه موجود في أعمال مسرحية كثيرة جدا ولكن حظه يمكن كان سيء زي ما بيطلع يقول في أفلام وأنا حظي كده لأنه التلفزيون ما مسجلوش أعمال مسرحية يعني كثيرة أو اللي سعب لأن كان التلفزيون يعني التسجيل نفسه ما كانش موجود انت هو ما في تسعة واربعين تكاجر أفلام لكن ما كانش في تسعة واربعين يصوروا مسرحيات لكن يسجلوها اه يعني في بعض المقاطع بصوت المجيب الرحاني ومسرحيات موجودة في الإزاعة وموجودة في الإزاعة القديمة ولكن كان نجيب الرحاني اسمه موجود مع كل من قلت عليه يعني أول مسرحية تتألف كان بينه وبين جبير أحد اللي موجودين ثم مجموعة مسرحيات مع أمين صدقي يقول لك كده أمين صدقي وأنا أجيب الرحاني ثم أبدأ خيري نجيب الرحاني لا يستطيع التأليف لوحده هو يقلف ما شاهد كس كس بيه يعني يحط المواقف في جهة كس كس بيه بس دي مسرحيات كاملة اهي مع بديع خيري ما أنا أقولك مع بديع لازم لازم نقص معاه ما فيش نجيب الرحاني لوحده طب ايه سر ان بديع مثلا ما انفرضش بالتأليف لوحده وقال له أنا مش محتاجك لو هو مش محتاجه انفرض لفرق أخرى يعني يعني بديع خيري فرقة نجيب الرحاني لازم تأليف معنا يعني بديع خيري مقالف مصحيات كتيرا جدا عليك الصغر راحبه وليمونيرا المهدية لكن مع الرحاني لازم مع الرحاني ليه لان الرحاني اللي بيحط ملالح كش كش بيه أو المواقف يعني احط لك أنا عالك كذا وكذا كذا كمل انت بقى التأليف بس ما يقدرش يعمل راحبه ما فيش نص عليه نجيب الرحاني منفريدان شخصية كش كش بيه حتى يعني يكون السادة المشاهدين حاضرين معانا في الزاكرة يعني هو هذا العمدة اللي بييجي من الأرياف ومعاه فلوس كتيرة ولكن حسنوات المدينة يعني بيخدعوه ويستطيعوا انهم يعني يسرقوا فلوسه ديت وبيقع في مواقف وأزمات كبيرة نعم هذا عزيز شخصية هنقول ابتكار يعني ابتكارها فنيا لان فيه شواهد احنا معانا صورة الكش كش بيه اه طبعا دي كان اعلان البانفلت يعني لا لا ده كان اعلان منصور في الصحافة الفلسطينية 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 لما ظهر فلسطينية ظهرها اربع مرات نجيب الرحاني وفرقته وده هنتكلم عنه في جزءات خلينا في كش كش بيه مهمة وبالتالي هو ابتكارها فنيا نجحت فلما حب نجحت طبعا ده بالنسبة للكازينو كازينو رفع سعره بقى بيجي عشان نجيب الرحاني او عشان شخصية كش كش بيه الفواصل اللي بيعملها نجيب الرحاني اراضي ان يستغل هذا في مصرح بيعمل فرقة باسمه للي الموضوع ده بس لوحده خرج من الخواجه الروزاتي ولخواج الروزاتي رفع عليه قضية او لأ الشخصية ده عملتها عندي تكملها عندي ده كان حقه في القضاء وحصل تقادي فعلا من صاحب الشخصية بس التقادي كان ايه التقادي كان الروزاتي ليه حق لان ده كان موجود في النص العقد فلنو خرج منها الرحاني ازاي قال له الكازينو مبني بطريقة ببتخلي صوتي ما يوصلش الناس فبضطر رفع صوتي اصعى حنجرتي فانا خيب على نفسه بحيث التاريخ اللي بيقولها كده مش هين مذكرات قد نفسه من دون الحاجات طبعا انو مش هيتطلق نفسه غلطان لكن انت لقى خليت بالعقد بغض النظر عن اخليه بالعقد لما خرج اتعاملت الفرقة بتاعك نجيب الرحاني في الإجيبسيانة الف سنوية وستاشر ومن هنا انطلق بقى بشخصية كش كش بيه بشخصية كش كش بيه لانها هي في النهاية ابتكاره هو برضو يعني ماينفعش حد يعني يقول انه مش بتاعته اه 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 احمد زكي باشا انا مش بتاعته لانه في شخصية وانت مع اني رأي يا دكتر سيئة اللي موجودة في الجبارتي انت معاني رأيي لا هو طبعاً شخصيته يعني هو اللي ابتكرها انا مالي اسمي موجود في كوشك بك قلاكس كسبك دي موجودة في الجبارتي وعملها احمد زكي بطريقة عشان يقنع النجيب لا مش انت اللي نبتكرها لا هو ابتكرها فنية ده حقه صحيح انت شايف ان هو مش مؤلف يعني هو شارك في التأليف فقط مع بديع خيري كده حاجة بسيطة لا مش حاجة بسيطة شارك في المواقف ومواضيع اللي فيها كشكش بيه وبرضو طبعاً لازي يكون فيه هي العلاقة دي معلش عشان نشرح للسادة مشاهدين حاجة هي علاقة ملتبسة يعني نجم الفرقة حتى في العصر الحديث بنشوف العلاقة بين المؤلف ونجم الفرقة وصاحب الفرقة بتبع علاقة فيها الاخذ والعطى بالنسبة للنص لانه هو بيتدخل كتير بارتجالات كتيرة دايماً الممثل حتى لا ده في حاجة كمان بقى المثال دي لصوص نجيب الرحاني ثلاث أنواع النوع اللي قدمه الرحاني والنوع اللي اتنسخ وتلخص وتلغبط وتعرض فيه عند يوسف عيز الدين في رود الفرج ونوع التالي تلخص المتلخص عشان يبقى فصل مضحك أو فصل وسيط في صلاة عماية الدين وهي هي المصحية ويحطها لها إسم المؤلف ويجتعيم بهذه الصورة لإذن المكانس في الوقت ده في حقوق تاليف بالمعنى اللي ترفع عليها قضية أو شيء من هذا لكن خلينا أن رجل مبتكر طيب قيمة نجيب الرحاني الحقيقية من وجهة نظرك قيمته الفنية تكمن في إيه؟ تكمن في شخصية كششبيه اللي عالج من خلالها بعض الأوضاع أو بعض السلبيات بسرعة كوميدية أو حتى بعض الأول السياسية عشان ما يتنسكش عليه هذه نقطة مهمة جداً هو ناقش قضايا اجتماعية كتير في مصرحه كتير 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 وأيضاً في أفلامه يعني هو كان صاحب قضية إلى حد ما يعني كان فكرة مناقشة القضايا الاجتماعية قضايا البسيطة والمناثقة وشخصية السعلوك أو المقهور دي عملها ازاي؟ يعني مثلاً في إحدى المسلحيات بيعابق مشكلة الحمارين لأن ذا كانت وسط المصناط لما حصل المتر انتشر والأوتوبيسيات والعربيات الحمارين سوهم وقف فتعامل لهم موقف من هذا نيجي موقف آخر التجار التاجر غالبان كلام مين ده لما أيام الحرب حرب عاملية أولى وانتعش والفلوس جات بيجاوز أجنبيات عالج دفمة صراحية لما نيجي للطالب الطالب بدل ما ينتبه لدراسه ينتبه لهندامه والبرفان واتكلم كلمة سين الفرنساوي يعني انتقاد للأوضاع السلبية في المجتمع قدم انتقاد شديد وهو ده دي نقاطه دي نقاطه مهمة جداً القيمة التانية انه هو يعتبر رسخة فن نقدر نقول الفرانكو أراب رسخه لكن ما بتكروش ايه الفرانكو أراب ده دكتور سين؟ عبارة عن المسوحية فيها كلمات عربي بكلمات فرنساوي بصورة كومويدية يقولك ده حتة وده حتة ده حتة مع نكات بعضها ثم تطور الأمر شوية ده يعني كان الفوتفيل تطور الأمر شوية وعمل الأوبرا كوميك أو اللي هو الأوبريت الكوميدي يعمل شيء من الموسيقى وشيء من الاستعرضات وفيها الألفاظ وفيها الكلمات ولكن بصورة كوميديية فده النوعين هو تعاون مع سيد درويش وبديع خيري في أوبريت ما فيش عرض لمصاعي في الوقت ده ما فيهوش ألحان وفيهوش موسيقى ده لابد لازم استعرضات موجودة والاستعرضات دي هنا بقى مهمة جدا طيب بيحط مجموعة من الرقصات الأجنبيات المناسبة وكليهو مدرب أجنبي وبيطلعوا طبعا بالصورة يعني في عشيء من الغراء يعني مشاهيات العرض كان بيتعمل فمجرد أن الرحاني يعمل كيش كيش بي ويعمل الأوبرا كوميك وفرانكو أراب واستمر ونجح نجاح صاحق في ذلك الوقت ما عم بلحظة ليه النجاح صاحق احنا مش نتكلم ونقوله نجيب الرحاني كان موجود لوحده كان فرقة نجيب الرحاني مع فرقة عليكسار مع فرقة فوز الجزيرة مع فرقة أمين عطالله وعز عيد خمس فرقة كوميديا طبعا فكل واحد يحاول يبتكر له الشيء اللي يجزي بالجمهور جميل دكتور سيد من الأشياء المهمة برضو نحن نتحدث عنها عندما تتناول سيرة ذاتية وتحولها لعمل درامي يعني هنا هل من حقك أن تحذف وتضيف؟ هل من حقك أن تغير حقائق تاريخية؟ وهل من حقك أن تستند إلى إلى مرجعيات هي المذكرات نفسها؟ لأن المذكرات أيضا هي مش موضوعية هي ذاتية يعني أنا عندما أكتب مذكرات عن نفسي يمكن أن أتحدث عن أشياء عظيمة وهي غير موجودة مثلا ويمكن العكس وجهة نظري الشخصيات التاريخية أو الفنية العامة والمشهورة يجب صناعة أعمال درامية عنها بحضر والأهم من الحضر لا نعتمد أيها ما تقوليش أنه كذب كده في مذكراته فأنا بنقلها أقول لك شكرا آسف في عندك مؤرخ في عندك أسادزة يبحث في التاريخ يحققوا منك هذه الأشياء وده اللي أنا عايزة بعمله بقى لنجيب الرحان أكتب تاريخه اللي محدش يعرفه بل ولا يعرفه نجيب الرحان ليه؟ نجيب الرحان اللي يتكلم عن نفسه أنا أكلمك عن نفسك وفي الصحافة المؤرطات كلها ما تخلينا وقايدين ومش أكلمك أو أكلمك عن مراجعة إيه فده كان لابد زي الأعمال مثلا الأعمال الإسلامية يقول لك بمتصريح من الأظهر أبو مراجعة الأظهر أنت هنا أنا بتتكلم عن ضرورة وجود مراجع تاريخي لابد لأن أنا بتتكلم عن سيرة شخص رسخ في أذهان الناس وعارفينه ولو تاريخ لابد من مراجعته عشان ما يبقاش فيه مش من حق المؤلف أن هو يحرف وقاع التاريخ هنذهب إلى فاصل لسي عمر ثم نعود لمواصلة حور الحقيقة اللي بيتفرج على أفلامنا جيب الرحاني ويشوف الشخصيات يعني الشخصيات المقهورة الشريفة النقية اللي حظها وحش اللي بتواجه فساد اللي بتقع في مواقف يعني هو مش مسؤول عنها يعني أولا هيحس أن هو عمل الشخصية الشعبية الشخصية المحبوبة اللي بتعرض لظلم ودي لازم الناس تتعاطف معها زائد إنه عمل كمان يعني تشعر إنه عنده قضية يعني ربما ده الدكتور سيد يعني معرفش هل كان موجود بنفس القدر في المسرح ولا السينما هي اللي ظهر فيها الاهتمام بالقضايا ديت الحقيقة إن اهتمامك بالمسرح أكثر بكثير وخضايا أكثر بكثير لكن أفلام نجيب الرحاني البسيطة أو الصغيرة دي أو قليلة العدد هي اللي عملت نجيب الرحاني لو نجيب الرحاني مش موجود في السينما والله ما يكون تتعرفه ولا تسمع عنه بدليل أمين صدقي في الكتابة وفي التمثيل أيضا وصاحب فرقة ولا تسمع عنه جورج عبيض عملاق من الاسم هاتلي فيلم ليه صحيح نجيب الرحاني ربنا كتب ليه نجيب الرحاني معالي الكسار لم ينجوا إلا نرى عالي الكسار مع ملاحظة مهمة أن القضايا اللي بيعليجها في السينما هنا أنت تتعجب في الزمن ده كان موجود فيه آه موجود كان برضو موجود مؤثر رقيب تخيل بقى في المسرح أقوى من ذلك ما كانش قدامه موجود الرقابة وبالتالي عشان مضني في عماديك فيه وثيقة رقابية يمكن أظن تنشروها عامل مسيحية أم أحمد سنة سبعة عشر فجل سنة مسلا ستة وعشرين بعد حوالي تسعة سنين أو عشر سنين عاوز مسيحة لازم يوكل تصريح الرقاب جديد الرقابة يتو أسفى النص اللي انت خدت على تصريح هو هو انت لعبت فيه وغيرت فيه وحطت ألفواز وكلام من ده غير المسلوح إليك بيها فرفضوا اللي هي الارتجالات بقى ان المصر لأ نقصد أن أي ممثل العرض بيزيد مع الوقت بيضيف إفهات لكن ما تضيفش أشياء مهمة يعني مثلا من دول الحاجات ما تجيب ليش في الزمن ده في النصوص الملك أو الأمير أو أو أسماء دول بنصها ليه مش عمل حكم أرقوش مسرحية وساعتها ويقع في مشاكل إنه هو بيرمز للملك فؤاد الأول وإنه حصل ده ولا لا أقول لك حلقة أجمل الكلام ده سمعته فين بعد الثورة بعد ثورة تسعة عشر بعد ثورة اتنين وخمسين لما نجي لما نجي خير لك أشوفت كنا بنص الملك هو مش عارف إيه ارجع لقى في الزمن ده حكم أروش كده بينفع للملك ده بيتكلم عن ملوك ثانية مسألة نقدية حسب الزمن ويقولك التاريخ عجيب لنجاحنا الأسف ما هو ماشي ما هو بيتكلم أكيد عن ملوك ثانية لأنه هنا لكن ما كانش يقصد ما يقصدش الملك وما يقدرش يخليها يقصد لما في حوارات رسمية هو اللي بتكلم وبديع يتكلم ما نذكرهوش ده ولا يقدروا يتكلمه الكلام بعدين طيب جميل طالما جينا على ذكر بديع خير وهو قامة عظيمة ولمن لا يعلم بديع خير هو اللي ألف أم يا مصري أم يا مصري مصري دايما بتناديك وهو اللي ألف بلادي بلادي وراجل مبدع مبدع عظيم يعني وأنا أعتقد أنه ما خدش حقه خدش حقه حقيقة تأثير بديع خيري بقى في القضايا الوطنية مثلا اللي اضطرحت في المصرح واللي سفروا بيها فلسطين هل سفروا الفلسطين ده كان يعني اللي هو بديع خيري اللي هو دور فيه إحنا عندنا موضوع الوطنية عند في المصرح ملاجاوش إلى في صورة 19 يعني يعني الحرب يعني ما يقول عملناش فيها لكن ثورة 19 وهقولك حقيقة صادمة ما في فرقة وقفة في ثورة 19 من ساعة الزغلول اللي عندما عاد ساعة الزغلول من المنفى إرجع للتاريخ كلهم بيمثالوا هز ياوز بتعليلها بطة ولا دلالين بالدنيا مين اللي دالي بالدنيا؟ الموظفين فقط لأنه كان فيه إضراب موجود في شهر إبريل 2019 ده كان حكم إضراب إضربوا عشان الثورة تنجح الموظفين كانوا يمثالوا ما فيش حد ينزل ولا أضرب ولا غيره إلا الموظفين منهم اتنين مشهورين سليمان نجيب إبراهيم رمزي أنا عندي حقائق اليوم واخدين جيزة لأنه غبت 18 يوم في وقت الإضراب لكن الفرق الحرة أو الفرق الخاصة ما عملتش مشاركتش في الإضراب ده؟ ولا يقدره إلا لما نجح ساعة الزغلول لما نجح بقى كل السور وكل الناس وإحنا عملنا وإحنا سوينا خد لك الأجمل في بعض المذكرات يقول لك إن ساعة الزغلول استقبلني وكان بيحضر عندي فلا منا أتى حدك ساعة الزغلول لما رجع وبقى رئيس وزراء كان بيحضر مصرحيات لمين؟ لنوعين النوادي والمدارس دول اللي وقفوا جنبه في الثورة دول اللي وقفوا جنب ساعة الزغلول في الثورة مين اتلت فرق المهمين؟ فرقة حدث بسر عايزين نعرف السبب اللي خلى فريد شوقي ينضم لفرقة نجيب الرحاني ويعمل الدلوعة نشوف جزء منها ونعود لمواصلة حوارنا نشوف جنب نشوف جنب نشوف جنب وشايف حضرتك ان الحكاية دي من السهل تخدش العقل هيا كده الحقيقة تدأت ما تدأتش ان شاء الله عنك ما تدأت ايه هو ده؟ ده شي كفر عمار تقرر فيه أشكال والوام الصبح وتلمح تلمح تلمحات كلها تخافة وقلت أدب قلت أدب؟ انت بهمني ايه؟ بنتلذى في السهلور بتاعك ده اللي عايزين نخطفه ولا فكره نقضى قلوا انضغوا بالطقم بتاعك أدبك شكل المعزة اللي انت حتجوزها له معزة؟ بنتي انا معزة يا عدمت التربية طيب؟ معزة يا ملا على حمارك انت وصفرك يا غزالة سايبة يا بكحة يا بتاحت الجوتش شو؟ سكت دوني لا، حينازب ميل، أم ساحلول وأبو إردان اخراسي! أبو إردان في عيلك، أبيي حقلت الحياة ما تقتلين فيك، 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 فيك.. فيك، فيك هاتنا ربيدي مرسزة يا ميل؟ أولى مش كاح وريمة فت! فت يا غجر! يا دون! يا إمامة! يا أوباد! فت! 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 مهمين يا دوقت دات خالص الحقيقة أنه يعني عادل خيري كان توفاه الله ففريد شوئي لعب البطولة المسرحية مع ملاحظة أن فريد شوئي كانت ليه فرقة باسمه فرقة فريد شوئي المسرحية آه دي برضو معلومة تاريخية معلومة تاريخية لا! حلو التنوير ده! وبالمناسبة سافر بها السودان كمان! لكن لكن سفر نجيب الرحاني لفلسطين حقيقة في الفصل اللي تلي عايز تعلق عليه مهم يا اوي! في عام 1921 سافر بالمناسبة معظم الفرق بتيجي في الصيف يا إما تشغفرد فرق يا إما في راس البر يا إما في اسكندرية في بعض الفرق بقى بيجي متعهدين من الشام يأخذوهم في رحلة للشام أي رحلة في الشام يجب أن تبدأ في فلسطين لأن القطار يذهب لبور فؤاد والبور فؤاد إلى فلسطين ثم ينطلقوا بعد كده للبيت الدول فسافر على طبعه ما أول ما سافر كش كش بيجاي فشل فشل لان ذريعا لدرجة أنه ما خلصي البرنامج والرجعة في فلسطين ثاني سنة فشل نفسي فشل ليه بقى السبب؟ لأنه كان بيقولوا كش كش بيه سألوه كش كش بيه مين؟ انت رجل مزور كش كش بيه الحقيقة عندنا بقى له سنين أمين عطالله أمين عطالله اللي كان مع نجيب الرحاني مع عزيز عيد وعمره كش كش بيه من سنين عطالله جاوس في فلسطين وقعد أو في الشام فلقى أن كش كش بيه دي فكرة حلوة معاملة هناك فاشتهر وانتشر فزع سيطه في الشام وفلسطين كش كش بيه أمين الرحاني فواحد جاي من مصر يضحك علينا وقولك أنا كش كش بيه لدرجة كان بيحط في العنوان كش كش بيه الحقيقي فالتاني نرد عليه كش كش بيه الأصلي لكن هو مين أول من؟ نجيب الرحاني سرقت منه الشخصيات مش سرقت معنا خدها وعملها هناك نجحت وانتشرت وسنين واسمه أمين عطالله كش كش بيه وهنا دي كانت المشكلة طبعاً وانا كان بيسافر بيسافر بدون المتعهج ودي الغلطة كبيرة ساعة التلاتين بقى واحد بقى متعهج قالوا تعالى انت عندي حط له كش كش بيه ونجح نجح الساحق أهم نجح فيه إنه عرد فيه أوتيل حرب بلس أول قرية سياحية في الشرق الأوسط على مصف رمالة ونجح نجح الساحق وبدأ ينسمر نذهب إلى أبو حلموس ثم نعود لمواصلة حورن إليه وثلاثة ملين عن قيمة ما صريفة في بياض الغرفة البحرية بمنزل حارة أواوية طبعاً يا دعا انت في ايه قوضة واحدة ويبقوها ب 92 جنيه أيوة أيوة ازاي ليه بلغطوها بيه بلبن زبادي بمرب التفاح أظن كتير شوية كتير شوية ده كتير أوي يا أوي ده نهز ده نهز كانم في زرك ناظر الوقف بتاعنا من الصنف الدقييد يا شيخ أوي 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 ده حرامي حرامي وحرام حمار يا أيتهم زي ما أعايز بلغطتك دموش بالشكل ده بلغطوها 92 جنيه وما دي ازاي لا دلتم مساكين أوي أنا أقولك ازاي كحت الضياط الأديم مثلاً كذا تنفرت الحطان بعد الكحر كذا تقطيب الخروم والثقوط كذا تليس الحطان بعد التقطيب كذا ده أنا أول وشي كذا ده أنت ترجمة نانسي قنقر